اشتركوا في القناة في النقاش حول ارساء سياسة وطنية للتغذية وتطبيق مشروع التنمية لعام 2030 في بداية المناسبة تحدث وزير الصحة العامة عزيزة محمد الصالح عن اهمية مكافحة سوء التغذية الذي يعاني منه الاطفال والنساء الحوامل وان ذلك يعد من اولويات الحكومة التادية وقد تم عرض بعض المعلومات التي تم الحصول عليها خلال فترة الاحصاء في ارجاء البلاد ويحوي كل من الخرائط الجغرافية للنسب المئوية حسب كل اقلم وبعيد ذلك بدأ النقاش حول تخطيط وتنفيذ استراتيجيات لمحاربة سوء التغذية في تشاد كما تدخل وزير التخطيط عن دور وزارته في دعم وتمويل مشاريع التغذية اضافة الى ذلك اوضحت وزيرة الاعلام عن دور الاعلام في توعية السكان في الاماكن النائية وتغيير تصرفاتهم للتقليل من نسبة سوء التغذية وكذلك جرت عدة مداخلات عن الممولين ومسؤول الاتحاد الاوروبي هذا هو نشير الى ان اهم الاوقات للحماية من سوء التغذية الالف الايام الاولى للطفل منذ فترة الحمل حتى سنتين اشتركوا في القناة